وحول الأوضاع في سودان يرحب هنا بضيفنا في السيديو السيد الدكتور محمد ضوين المحلل السياسي يا سودان أهلا بك معنا دكتور محمد استمعنا لما قاله التقرير وبفق هذه الدراسة أيضا لهذه مجموعة جريسيس المتخصة في الأزمات في أفريقيا حقيقة مخطط خطير ربما يعني يرتب إلى السودان لكن أسألك السؤال الواسع السودان اليوم إلى أين دكتور بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك أخي وحيا أستاذ المشاهدين السودان أخي الآن هذا البلد العظيم يتجه نحو الجحيم صنعنا ثورة كنا نمني أن نعيش في دولة النعيم ولكننا مع الأسف خدعنا بمحور الشر من الداخل والخارج عملوا في تنظيم ولتدمير هذا البلد العظيم هذا الذي نأسف له كنا نظن أننا معصومون عن التدهور الذي أصاب بلاد الربيع العربي بعض الثورات المشهورة وكنا نقول دائما أن الجيش السوداني الشعب السوداني العظيم بكل ما فيه من قوة ومتانة يعصم هذه الدولة من أن تتدهور من أن تصل إلى هذه الفوضى التي تبيح التدخل وتبيح بعض الكثير من المشكلات للأسف بعد الثورة السودانية التي وصفت بأنها مجيدة عظيمة كان شباب واعي شباب مستقل شباب مدرك لقيمة الوطن يريد أن يرتقي إلى دولة عظيمة ولكن بعد ذلك ظهر في المشهد السوداني بعض الأحزاب التي كنا نريد منها على الأقل أن تعرف كيف تتعاون أو تتعامل مع التنوع السوداني الثقافة السودانية المورثات السودانية كيف تنمي هذه الموارد السودانية الاقتصادية الضخمة كيف تستطيع أن تعيش أو أن تجعل السودان يحيا في محيط إقليمي ودولي بعزة واحترام وتقدير ولكن فشلوا في تحقيق كل هذه الأفكار وهذه الرؤى التي حلموا بها الشعب السوداني إبانا الاعتصام وإبانا الثورة ضاعت الدولة الأمل الذي كان ينشد هذا الشباب على فطراته السليمة الراقية شباب كان عاش في زمن الإنقاذ لم يقارن أصور سابقة ولا يعلم حقيقة هذه الأحزاب فكان يمنى النفس أن تكون هناك حكومات كفاءات مستقلة توافق وطني مشروع جامع يجمع كل السودانيين ليحققوا مصير مشترك يحفظ الدولة من الفوضى ومن التدهور الأمني ويحفظ الدولة وانهيار الاقتصادي ويؤسس لدولة رشيدة وواعية وحكم رشيدة ولكن للأسف أحزاب السودانية عادت إلى قديمها في بناء دولة فاشلة بناء دولة فاشلة وبدأت الكلام بحديث أن السودان ذاهب إلى الجحيم وكأن هذه الكلمة دكتور استمعناها من قبل رئيس دولة أخرى وهي لبنان إيقو سين الرئيس ميشيل عونق عندما تحدث عن لبنان ذاهب إلى جهنم اليوم تقول بأن السودان ذاهب إلى الجحيم نعم وهنا المصير الواحد يعني إن كانت بالفعل منطقة العربية تدخل في ثورات إن كانت السابقة الموجة الأولى والربيع الأول وثورات الربيع العربي واليوم السودان كانت من ضمن قوافل الثورات العربية هل بالفعل الثورة أو خروج الشباب في ثورة ضد الطبق السياسي كان السبب في دخول سودان إلى هذا الجحيم طبعا صناع الجحيم في العالم والمجتمع الدولي الذي لا يريد استقرارا للدول الإسلامية والعربية والدول الضعيفة التي يريد الهيمنة والسيطرة على هذه الدول يستغل الثورات هذه الثورات إما أن تخرج منها الشعوب موحدة قوية بمشروع وطن جامع وفاقي أو تتفرق وتكون سهلة لأن الزئب يأكل من الغنم الغاصي دائما والبلد التي ليس فيها سيطرة وتحكم وإرادة وطنية قوية هذا تستغل من مخابرات عالمية ومن نفوذ عالمية لصناعة الخراب لأن هذا النفوذ لا ينمو في بلد إلا بعد خراب وبعد تدمير كما نرى في كثير من الدول وكما ضربت مثلا بلبنان حينما انهارت هذه الدولة أصبحت تدار من الخارج وتحكم فيها خارج السودان هذا البلد بموارده وبثقافاته وبتنوعه وبشعبه العظيم وبتمسكه بدينه وأخلاقي وخلقه وأخلاق الشعب السوداني كانت سمعة في كل العالم معروفة بأمانته وعفته ونزهته هذه القيم إذا أصبحت دولة أكيد ستكون مارد قوي جدا ومؤثر في محيطه لهذا هم لا يريدون لهذه الدولة أن تنهض وتقوم فبدأوا بتفكيك هذا الشعب الموحد القوي وبدأوا بصناعة أزرع لهم في الدولة السودانية أنت تعلم أي دولة يريدون لها أن تنهار أولا يحيون ويدعمون هذه الثورة ثم من بعد ذلك يأتون بحكومة يختارنهم البديل الذي يكون تربى في الغرب وعاش في جامعاتهم وتعلم من ثقافتهم وهذا ما ذكره التقرير الذي عرضناه قبل قليل دكتور ربط نفق هذه المجموعة مجموعة كريسيس التي تتحدث عن مستقبل السودان بالفعل كان من ضمن الأهداف التي هي مخططة للسودان كما ذكرت بتأهيل أشخاص كانوا يعيشون في الغرب واستغلال هذه الثورة لتنصيب تلك الشخصيات لإدارة السودان اليوم كما ذكرنا ومن ضمن هذا التقرير ذكر بأن هناك مخطط لدخول البلاد إلى ما يسمى بمفهوم الفوضى المضبوطة هنا دكتور ما الذي يمكن بالفعل تحقيقه من ضمن هذه الفوضى هل تلك الدول قادرة على بالفعل دخول أو دخال السودان في هذه الفوضى المضبوطة كما يذكر التقرير يعني لنا استبعت دخول السودان في هذه الفوضى لأنه إشارات كلها واضحة الآن بدل للدولة السودانية أن تنحو نحو التسامح والتصالح الوطني وبناء دولة محترمة الآن بدأت هناك حروبات أهلية بدأ هناك نزاعات سياسية بدأ هناك تطرف في الفكرة السياسية بدأ هناك إقصاع للأحزاب السياسية الأخرى وبدأ هناك تحكم لجهة معينة جهة مدنية واحدة وجهة عسكرية واحدة وبالتالي هذا التحكم يلغي كل مكونات الشعب السوداني الأمر الذي يضطر باقي الشعب إلى مناهضة هذا النظام ومناهضة هذه الفترة الانتقالية وهنا تتسرب الفوضى وهي منضبطة بمعنى أن هناك تنظيم يدير هذه الفوضى هناك ترتيبات وتنسيق محكم من الداخل والخارج لصناعة هذه الفوضى أولا بتجويع الشعب السوداني أن الشعب حينما يجوع يستسلم لقدره فتدخل بعد ذلك صندوق النقض الدولي البنك الدولي القروض الطويلة الأجل هذه القروض وهذا المساعدات الأمريكية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب وأيضا جلب دعم من قبل صندوق النقض الدولي هل هي هذه المجملات للأوضاع في السودان واليوم هو بالفعل لدعم شيء خفي لا أحد يعلم ما هو الهدف من ذلك هل هذا وارد؟ هذا أسلوب أن تنفذ عمر ضد الأسباب يعني تنفذ الأقدار ضد أسبابها أنت تحاول أن تجمل الشكل الظاهري أن هناك رفع لكن هناك هدف خلفي من ذلك الراعي للإرهاب هناك دعم منوح من نحو هكذا ولكن في الخفاء تجري أساليب تدميرية كاملة لأن لا يتوقع أحد سودان دولة فيه كل الخيرات كل الإمكانيات الاقتصادية الزراعية الصناعية البترولية المعدنية كل شيء موجود في السودان والدولة تتعرض إلى هذا الجوع إذن هذا تجويع منظم ومرتب له ويخفى من وراء ذلك بعض الجذر التي تضلل الشعب السوداني إذا أردت أن تدمر دولة عليك بثلاث أشياء أولا دمر الاقتصاد تتحكم فيها عن طريق الصناعديق والبنك الدولي دمر الجيش والأمن حتى تتحكم فيه بطريق إرسال تنظيمات إرهابية وجيوش دولية وغير ذلك كما حدث في الإراق وغير ذلك أيضا حاول أن تدمر العدالة والقيم والمثل وبالتالي يجعل الشعب يعيش في حالة اللا أخلاق واللا قيم ويسهل بعد ذلك استقطاب هذا الشعب في أي تنظيمات وفي أي تشكيلات هذا الذي يجري في السودان إذا هذه الفوضى منضبطة حقيقة ومنظمة بطريقة جيدة بحيث أنه تحقق أهدافها أدوات هذه الفوضى اليوم من هو الذي بالفعل يساعد في أن يكون هذه الفوضى المنظمة دكتور كما يسمي التقرير من هي الجهة المساعدة في السودان؟ مع الأسف من بين الشعب السوداني لأن أصلا القوة الدولية الرؤية رؤيتها الواضحة أنها تنشي سودان جديد بلا دين إسلامي بلا قيم بلا أخلاق سودان مدمر تهيمن عليه وتسيطر على خيراته وعلى موارده وعلى فكره وعلى موقعه الجغرافي وعلى كل مكوناته لكن ما الذي ينفذ هذا؟ السودانيون الذين يوالون الفكر الغربي الذين يعتقدون العلمانية منهجا لحياتهم الذين يعني عاشوا في الغرب وتعلموا في الغرب وأخذوا منهم الثقافة والفكر ولهم يعني واجب أو فضل على أهل الغرب فبالتالي هؤلاء يمكن أن يوفذوا هذه السياسة بكل سهولة ويصف والآن أنت رأيت الحكم البديلة الذي جاء في السودان ليس لهم ارتباط بالوطن كثير ليس لهم معرفة بإعادات وتقاليد الشعب السوداني حتى لا يعرفون التنوع الثقافي والأرقي والفكر في الدولة السودانية لهذا ما استطاعوا إدارة هذه الدولة السودانية والآن ينحون نحو تحقيق هذه الرؤية التي هي تحويل السوداني لدولة علمانية راكعة منهارة وبالتالي بدأت أسلوب محاربة الإسلام عن طريق القوانين والتشريعات محاربة الإسلاميين الذي هم أصلا ممكن أن يكونوا نفس للدين الإسلامي محاربتهم عبر لجنة اسمها لجنة إزالة تمكين لإخضاء الإسلاميين والمحاولة السيطرة عليهم كاملة محاولة إضعاف الجيش السوداني بحاولة تقليل من قيمته وهكذا طيب ذكرت ثلاث أمور لإسقاط أي دولة في العالم ومن ضمنها ذكرت الاقتصاد والجيش والأمن والعدالة والقيم والمجتمع بالنسبة للثانية دكتور الجيش والأمن أيضا التقرير تحدث عن هذا الأمر وهدف هو يتحدث كما جاء في التقرير المتخصص في الأزمات الدولية يقول بهو هناك هدف لنزع السلاح تماما من السودان وأيضا هنا يقصد بطرد الجيش من هياكل السلطة ونقل السلطة للمدنيين وتقليص الإمكانيات العسكرية للبلاد هل هذا السيناريو موجود الآن في السودان؟ وهذا يوجد الآن في السودان بالضبط يعني ما يجري الآن كيف؟ من براء حجاب ومن داخل حجاب لأن أصلا أنت إذا أردت أن تدمر دولة وتجعل دولة ألمانية في السودان طيب هذا السيناريو كيف يطبق دكتور؟ أولا عليك بالجيش الجيش السوداني المعروف بتاريخه الطويل متماسك أبناء سوار الذهب جيش قوي جيش لأنهم تربوا في الوطن ويرتبطوا بتقاليد الوطن لم يدرسوا في أوروبا ولا أمريكا في كل الكليات الحربية والجامعات داخل السودان ارتباطهم بهذا الوطن يجعلهم يدافعون عن هذا الوطن ويحمونه لكي تتهيمن لهذه الدولة لا بد أن تفكك هذه الجيش وتدمر هذا الجيش من أبناء هذا الوطن أنفسهم ولهذا بدأت منذ بداية الثورة خروج عن مسار الثورة السلمية لتحريط بعض الأحزاب في أن يقللوا من قيمة الجيش الشعارات تندد بالجيش السوداني بأنه منحاز إلى كيانات أخرى ثم إشعال فتن هنا أو هناك ثم إشعال حروبات قبلية تجعل الجيش منشغل قليلا قليلا حتى ينهار هذا الجيش ويستطيعون أن يدخلوا وهنا أيضا سيناريو دخول السودان والصراع اليوم العسكري يعني صح التعبير اليوم وهذه النزاعة الحدودية اليوم بين السودان وأثيوبيا ربما هو داخل أيضا ضمن هذه الاستراتيجية لفشال الجيش السوداني أيضا دكتور إذا سمحت لنا في هذا الموضوع نرحب من الخرطوم من العاصمة السودانية الخرطوم السيد أحمد علي عبدالقادر مستشار العلاقات الدبلوماسية والدولية أهلا بك سيد أحمد بالفعل نناقش مع الدكتور محمد هنا في الستوديو هذه هي السيناريوات المتوقعة ومستقبل السودان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعسكري أيضا وهذه الأزمات الداخلية إن كان اليوم يعيش السودان في أزمات خانقة يعيشها الشعب السوداني اليوم وإن كان مخطط خارجي هناك تقرير لمجموعة كريستس ستحدث عن هناك مخطط خطير جدا تحدثنا في تفاصيله مع الدكتور محمد أسألك سؤال نفسه في بداية الحلقة السودان وأنت اليوم في العاصمة الخرطوم السودان إلى أين سيد عبدالقادر؟ أولا السلام عليكم وعليكم السلام مرحب بضيفة دكتور محمد أولا مسألة منذ البداية المسألة تزجيب الجيش السوداني في الحكم هي فخ رسمة من الغرب تماما حتى يوقعوا بالجيش السوداني والقوة السودانية العسكرية تحديدا في الفخ الكبير والفخ هذا شوفنا الآن تتكشف مؤامراته وتتكشف خيوطه شيئا فشيئا ومحاولة تجريد الجيش السوداني من السلاح بالكامل هو شر مستطير ويريد بالسودان لماذا؟ لأن العراق وسوريا وليبيا وغيرها بدأت بهذه الكيفية محاولة عندما يتحدث البشر ويقول لك نريد أن ننزع السلاح من الجيش السوداني هذا أكيد عدو للسودان وليس عدو للجيش لأن المحاولة نزع السلاح من الجيش وترك البلاد بلا جيش وبلا قوة تحميها هذه بداية بداية الشر وبداية التفكيك للسودان لأنه مسألة التفكيك للسودان لخمس دول بدأ من زمن كبير وطويل كانت مؤامرة حتى قبل سقوط النظام مؤامرة حاضرة وجاهزة موجودة أنه أي بلاد يريد بها شر يبدأ من تفكيك جيشها وأنا أنا بدوري أقول أن وجود ميليشيا الجنجويد الآن في 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 السلطة و 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 ها كزريعة للتخلص من الجيش والاستعادة عنها يعني بدلا عن الجيش يعني مسألة يبتل الإمارات جضعت فيها شوطا كبيرا جدا جدا لماذا؟ لأن من الذي قول جنجويد الآن وجعله قوة موازية وجعله يتواصل مع المخابرات الأجنبية وجعله يتواصل مع القوة الغربية إسرائيل وأمريكا من الذي فعل ذلك؟ فعلت الإمارات ذلك وتعمل الآن وتقوّل جنجويد وادخلت إليهم الروس وادخلت إليهم يعني جماعات كبيرة جدا هذا الشيء هذا السلام إذن هناك بالفعل المشروع كما ذكرت هذه المجموعة مجموعة جريسيس وهذه التحليلات الاستشرافية بالنسبة لأسودان هي واقعة على الأرض بالفعل سيد عبد القادر هي حقيقة واقعة وماثلة بل إنه حتى بعض من أجندتها تم تنفيذه و تبقى يعني تبقى الاستكمال بقية الأجندة مثل ما الذي تم تنفيذه بالنسبة لهذه التوقعات أولا زجوا بالجيش في السلطة يعني مجرد إنه وجود قوى عسكرية ومدنية في بلاد واحدة يقول لك مكوينين عسكري ومدني هذا التكسيم ما كان عليها أن يبقى وأن يوجد لو لا أن القوى الدولية التي جاءت متمسحة في غطاء الاتحاد الأفريقي والوساطة معارفة الاتيوبية والمجتمع الدولي ويحترف بهذه الحكومة وجعل الثورة ذهب بأهداف الثورة بعيدا عن الذي كنا نتمنى لأنه كنا نتخيل بمجرد سقوط البشير أن الجيش يبقى جيش لا يمس به ولا يزجيه في السياسة تمام ولا يزجيه في يعني تقدر تقول محاسصات سياسية ولكن ماذا حدث ذهب ذهب كل هذه الأهداف إلى إلى دراج الرياح و بقينا في مستنقع المحاسصات وأيضا الآن نرى أن الحركات المسلحة أرادوا بها حتى في عملية السلامجوبة يعني دخلت في الحكم والبعض الآخر من الأحزان السياسية يتغوى بهذه الحركات طيب سيد أحمد يتغوى بالجيش هذه 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 الخيوط التي تحدثت لك عنها نعم أبقى معي سيد عبد القادر أعود سأعود ليك مرة أخرى أعود مجددا إلى سيد سيد ودكتور محمد أيضا ضمن هذا التقليل سيد محمد هناك أيضا حديث عن بالفعل إغراق الحكومة بالقروض الخارجية لتبقى كأداة للسيطرة على حكومة حمدوك كما جاء في تقرير كليسس هل هذه القروض اليوم التي أخذها السودان عبر مساعد تلك الحكومة حكومة حمدوك هل تخرج السودان من أزمات اقتصادية أم ستغرق السودان أكثر وأكثر في أزمات اقتصادية هذا سؤال طيب ولكن لو سمحت لي وعلق على كلام الأخ أحمد القادر كلام طيب جدا الفشل الذي جعل الجيش يتدخل في شؤون الدولة هو ضحف الأحزاب الأحزاب في فترة انتقالية كان ينبغي أن تقوم بتحييد الجيش وصناعة استقرار سياسي كامل توافق وطني جامع رضاء إرضاء الشعب العمل في مجال الاقتصاد والتنمية هكذا كذب ود الشعب السوداني محاكمة المفسدين دون ظلم ودون تعالي ودون تمصل الهوية ودون كابتل الحريات لو فعلوا هذا الجيش كان يحمي الشعب السوداني كان يقف معهم ويتحييد الجيش لا يتدخل في الحكومة ولكن هذا العجز السياسي في إدارة شأن الدولة وفي دارة التنوع الفكري والحزبي هذا الذي أدى إلى أن يتغول الجيش على الوضع الجيش في المرحلة الأولى المجلس العسكري انتقالي كان ينوي أن يكون حكومة توافق وطني لمدة سنة واحدة أو سنتين يسلم الحكومة إلى أحزاب يؤسس إلى ديمقراطية تداول سلم للسلطة لا يتدخل الجيش بإنقلاب عسكري أبدا يكون آخر الثورات ثورة ديسمبر هذه لا يتكرر ثورة لأن إذا توافقت الأحزاب بوعي على نظام ديمقراطية تداول سلم للسلطة لا يحاجة إلى ثورة ولا يحاجة إلى إنقلاب عسكري أصلا بالنسبة لقضية تدخل صندوقا نقض الدولة والبنك الدولي هذا واحدة من ضمن محاور اقتصادية تنهار الدولة رغم موارد رغم كل شي تمنع استغلال هذه الموارد حتى يتدخل البنك الدولي والصندوق يعطي قروض قروض طويلة المدع بفوائد كبيرة بعد قليل تعجز الدولة عن سدات هذه الفوائد تبادل هذه القروض بأرض سودانية بمشروعات سودانية بهكذا أشياء ذلك تملي على الدولة تعويم الجنهة السودانية رفع الدعم عن كل وهذا الذي يتم الآن تم رفع الدعم وتم تنفيذ كل شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والآن الحكومة الانتقالية مع الأسف بدأت الاقتراض اقترض أكثر من عشر مليار دولار لأن البشير ترك ستين مليار دولار حمدو قال ديوننا الآن بلغت سبعين مليون مليار دولار إذن في سنة واحدة اقترضت مئة عشر ألف دولار والغريب بالموضوع عن الجناه السوداني اليوم وصل إلى حد ثلاثمائة مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بزمن البشير كان أقل بكثير يعني عشر أضعف الآن الدولار اقترب من الأربعمية وفي زمن البشير كان ستين ألف كذلك كل السلع تضاعفت بخمسين مرة كل شيء الآن يتصعد الشعب السوداني الآن محتار يعني ينظر كيف يعيش هذه الحياة وصل إلى مرحلة صفرية لا يستطيع بعضها أن يعيش بالفعل دكتور إذا كان هناك مخطط بتجويع الشعب السوداني اليوم كما ذكرت ذكرت تقرير كريسس متخصص بالأزمات ما هي الغاية من ذلك الغاية حتى يصل الشعب السوداني مرحلة يقبل بأي بديل وهو البديل تدخل دولي هيمنة دولية إفقار الدولة السودانية أنت رأينا دول كثيرة جدا تدخل صندوق النقد الدولي بعد أن وصل إلى مرحلة من الفقر وديون مثقلة عليهم فبالتالي أصبحت هيمنة صندوق النقد الدولة البنك الدولي وما وراء هذا طبعا الولايات والتحدة وإسرائيل والدول الهيمنة العالمية والتالي تكون الدولة ألعوبة في يد هؤلاء يستفيدون من ثرواتها هل بالفعل كان تطبيعا مع الكيان الإسرائيلي ضمن هذا المخطط طبعا داخل كل شيء داخل تطبيعا مع الكيان الصهيوني العلاقات اللفقية والرأسية في النهاية يصلون إلى دولة منهارة يتحكم في اقتصادها يتحكم في ثرواتها يتحكم في كل شيء يحولها لدولة علمانية بعدها من الإسلام لأنه هذا مارد بالنسبة لهم دولة إسلامية ناشئة قوية لها موارد اقتصادية وإمكانيات هائلة من السودان تكون بالنسبة لهم بعب وكبير جدا لا بد من إخضائه وقتله من أبنائه ومن أبناء وطنه يستخدمونهم هذا الاستخدام الذي أوصلنا إلى مرحلة نتوقع فيها كل شيء طيب أيضا سيد عبدالقادر في بداية الحديث وصف السيد دكتور محمد الوضع في السودان بأنه ذاهب للجحيم بالنسبة للمواطن السوداني اليوم وهذه الأزمات إن كانت على مستوى الخبز والغاز وتوفير الطحين لهذا الشعب السوداني اليوم الحكومة عاجزة عن توفير ذلك كيف يمكن لهذه الحكومة أن تخرج السودان من هذه الأزمات اليوم هل هي قادرة اليوم على أخراج السودان من أزمات اقتصادية؟ هي ليست قادرة على إخراج السودان من هذه الأزمة الاقتصادية والدليل إنها غير التشخاص ولم تغير السياسة يعني ما في مشروع الآن متواجد للحكومة السودانية لا يوجد مشروع اقتصادي ولا دراسة جدوى ولا عمل تخطيط استراتيجي للمستقبل للبلاد وأيضا أنا دعني أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور محمد وينا في بداية حديثه عن أنه اضطر الناس أنه تزج بالجيش في السلطة هذا أيضا أؤكد أن أنا أعود به وأذكر وتطريح هذا الجيش عندما قال نحن لم نأتي للحكم لأنه ليست لدينا أي تراتية للحكم السياسي في أول مؤتمر صحفي للجيش بعد إعلان البيانة الأول أيضا الآن نقول أنه أنت سألتني في بداية ما هي هذه الأشياء التي أو الأجندة التي نفذت من الخطة التي وردتها أقول أن شيطانة الجيش الآن الآن في السودانية كان الشر مستطير الشي يسمى جيش سواء كان ضابطا ولا قائدا كلهم الآن تمت شيطانتهم تماما وتم إبعادهم تماما ورفلهم وعدم التسعامل معهم والغبن والكرها الآن في الشرع السوداني بسبب هذه الخطاب الكاره جدا للجيش بكل تفاصيله سواء كان قائدا أو ضابطا لا يوجد في الدنيا بلاد تكون من غير جيش كيف يكون الاستعمار ماذا حل في العراق عندما يعني يقول لك للدرجة التي وصلنا إليها أن مسألة الفشقة أو الآن أزمة الفشقة والحرب في الحدود مع إثيوبيا الآن يعني سيّد أنه مواطن سوداني يتحدث بلا حرج عن أنه دعهم يموتون دعهم يستشهدون دعهم تركون في القيادة العامة تركون كذا يعني يتحدث بصخط حتى عن الأراضي السودانية التي يحررها الجيش أو يقاتل من أجلها الجيش سيّد أن بعض من المغيبين والمقرر بهم من الأحزاب ومن الجماعات السياسية سيّدهم أنهم يعني غاضبين على الجيش تلقاهم منهم ناكمين من الجيش تلقاهم منهم الآن حتى سيد عبد القادر إذن كي نلخص معكم لم يبقى لديه الكثير من الوقت كما ذكرنا أزمات اقتصادية وبالفعل كما ذكر الدكتور قبل قليل إجبار الرضوخ وبالفعل الموافقة على كل شيء يريده تريده تلك الدول الغربية تحقيقه في السودان وأيضا على تفكيك الجيش السوداني وهنا بالفعل هذا المخطط نجح سيد عبد القادر في تحقيق تلك المخططات من قبل هذه الدول في السودان هنا سودان بالفعل أين سيدخل السودان سيدخل كما تريد له إسرائيل الآن ترى أخي محمد أن الوفودة الإسرائيلية تترى للسودان تبتباعا كل فترة والأخرى نشوف أن المخابرات الإسرائيلية والموساد وغيرها والحكومة الإسرائيلية كلها كل يومين ثلاثة في الخطوم ماذا تفعل أكيد هي تخطط شر مستطير بل أنه تجد ترحيب ينغون فيه من الجيش وينغون فيه من التحرير الفشق وغيرها تجيلهم للأسف يرحبون بالكان والصهيون هذا شيء غريب أشكر شكرا سيد أحمد علي عبدالقادر مشهر العلاقات الدبلوماسية والدولية كنت معنا عبر خدمة الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم شكرا لكم أيضا في ختام هذه الحلقة يعني في أيضا ختام ما توصل أو يعني هذه الدراسة ل إجريسوس جروب تتحدث بسيناريو خطير جدا دكتور بأنه ربما هناك يكون تشكيل يعني جيوب محلية غير خاضعة للدولة أو الجيش في السودان وهنا تشكيل خلايا إرهابية في السودان هل بالفعل هذا السيناريو حقيقي ربما يمكن تحقيقه في السودان إمكانية هذا هذا الخيار وارد لماذا؟ لأن هذه التنظيمات الإرهابية من يشكلها؟ تشكلها الدول العظمة وتدعمها بالمل في أي زمان في حالة الفوضى هناما تسود البلاد نوع من الفوضى الذي نراها الآن من تجويع ومن تدهل الأمن والسيولة وعدم عدالة والحريات هنا يتم إضعاف الجيش وبالتالي هنا تدخل التنظيمات الإرهابية وخاصة الشباب السودان الآن في وضع مزري جدا يمكن أن أتعرض لأي استماع أو استقطاب من أي تنظيمات أخرى بالمال لأن هناك شباب الآن يهاجر عبر الصحراء بحثا عن الحياة إذا وجدوا إذا المنظمات هذه وجدت هؤلاء الشباب يمكن أن تعطيهم مالا وتستوعبهم وتستخدمهم أي استخدام تنظيمات الإرهابية هي صناعة يتم صناعتها وتوليفها حسب البلد نحافظ الله السودان ولكن بهذا التدهور المريء سنصل إلى هذا المستوى خطير دكتور نتحدث عن تنظيمات إرهابية مشابهة لتنظيم الدولة في السودان ما هو الغاية من ذلك بالفعل إن كان هذا وارد مثلما هيمنوا على العراق بتنظيمات إرهابية صناعة هم هيمنوا على سوريا بتنظيمات إرهابية وليبيا كذلك الآن يريدون أن يهيمنوا للسودان بتنظيمات إرهابية يصنعوها على نمط بوكو حرام أو داعش أو هكذا أشياء ولكن الشعب السوداني بإرادته ويقضته يجب أن ينتبه إلى هذا المخطط وهنا بالنسبة لانتباه الشعب السوداني ختاما بكلمات دكتور لإفشال ما ذكرناه وهذا المخطط إن كان بالفعل هذا وارد يعني هذه دراسة تبقى لكن هل لمواجهة هذا المشروع ما هو المطلوب سريعا دكتور الآن أمام الحكومة الانتقالية عسكري ومدني فرصة أخيرة لمنع هذا الانهيار ولا يتحمل هذا الوزر أول حال يتركوا سياسة جوع كلبك يتبعك يتركوا سياسة اضطهاد الشعب حتى يخضع ويسعوا إلى توالف وتوافق وطني جامع كل أهل السوداني يجتمعوا لحدد مشروع وطني يحكموا فيه الفترة الانتقالية يذهبوا إلى الانتخابات أو الشعب السوداني يسقط هذه الحكومة من كوناتها كلها ليحافظ على وطنه قبل أن ينهار وهو يرى هذا التهاوي وهذا الانهيار رأي العين لا ينكر ولا أحد يستطيع أن يمل أو نستغني عن دولة سودانية وتسأل إلى فوضى وتنظيمات إرهابية وتدخلات دولية أفريكوم وبعثات دولية وينتهي بلد اسمه السوداني المحلل السياسي السوداني الدكتور محمد ضوين شكر لكم وأيضا نشكر من شاركنا في هذه الحلقة من العاصمة السودانية الخرطوم السيد أحمد علي عبد القادر مشارع العلاقات الدبلوماسية والدولية والشكر موصول لكم على حسن المتابعة دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة